موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي نلتقي اليوم معكم بندوة حول وحدة التحليل التوافقي ونعيد اليوم جميع طلابنا بمناسبة عيد الفطر ونتمنى لهم التوفيق في الامتحانات القادمة وحول أي سؤال حول هذه الوحدة أو أي سؤال آخر نرجع التواصل معنا على قام الهاتف التي سوف تظهر في أسفل الشاشة نرحب أولا بضيوف الندوة نانسي أوسي الجلاد موجهة من تربية اللقية أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم ونعيد على طلابنا ومشاهدين الكرام السيد منصور ياسمين أهلا وسهلا فيك موجهة من تربية ريف دمشان أعزائي الطلاب وحدة التحليل التوافقي فيها مجموعة من العناوين فينا نتذكر أنسى أوسي حول هذه العناوين ما هي؟ وحدة التحليل التوافقي تتضمن عدة أفكار وهي إنشاء قوائم ثم إنشاء قوائم من عناصر مجموعة وإنشاء القوائم فيه تعداد القوائم المبدأ الأساسي في العد التبادل والتراتيب الفكرة الثانية التوافيق الفكرة الثالثة بهذه الوحدة خواص عدد التوافيق ومنشور ذي الحدين لنيوتون طبع ذي الحدين أو منشور ذي نيوتون أو منشور الكرخي أستاذ فينا سأمنصور فينا نأخذ فكرة المبدأ الأساسي بالعد المبدأ الأساسي بالعد يعتمد على إنشاء قائمة مكوّنة من بي بنتا نعم يمكن أن نختار البند آي من بين بي إن آي إمكانية مطاط عند إذن يسمح عدد القوائم هو إن واحد ضرب إن اثنين ضرب إن آخر يضرب إن بي هلأ في عنا مشكلة مع طلابنا بالعادة إنه فكرة البرود ماذا تعني يعني أنا فكرة بنت ماذا يعني هلأ ممكن أستاذ نشرحها بطريقة تانية فلونا عنا اختبار نعم مؤلف من عدة المراحل نعم المرحل الأولى يمكن تشكيلها بطريقة بإن طريقة المرحل الثاني إن اثنين طريقة المرحل الثالثي إن ثلاث طريقة المرحل الأخيرة بتكون إن كي طريقة فيكون عدد الطرق هو إن واحد ضرب إن اثنين ضرب إن ثلاثة إلى آخر فينا ناخد مثال أنسي مواقعي خلينا ناخد مثال تمام اسمح لي أنا تبسيط لطلابنا الأعزاء أي طالب ببداية العام المدرسي بيحب يختار قميص مدرسي نعم بينزل على السوق مثلا بلاحظ أنه هناك عدد من الموديلات خمس موديلات خرضان ثلاث مقاسات نعم وفي أربع تدرجات لونية بكم طريقة يمكنك اختيار قميصك المدرسي نعم طلاب بديهيا من أجل كل موديل في أربع مقاسات في سلاسة ألوان نعم ويتم اختياره ويجد عدد هذه الطرق إذن هو البند إذن هو مرحلة أيوة هنا فسرتها بمرحلة أول شيء اختيار مثلا المقاس ثم اختيار اللون ثم وبالتالي عدد طرق اختيار المرحلة الأولى خمس طرق الثاني ثلاثي الثالثي أربع وبالتالي صارت خمس يضرب ثلاثي يضرب أربع وهكذا فينا نأخذ مثال فقط على فكرة مثلا اختيار من أرقام من جموعة أرقام هلأ فينا نأخذ أستاذ كمان أقرأت نقود ثلاث مرات نعم بالمرحلة الأولى باعدي إمكانيتين نعم كتابي أو شعار المحلة التانية كمان بتتفرع إلى أربع صارو أربع خمس فينا نرسم بالمرحلة الأولى عندي فرعين بلقية قطعه tenقود يا كتابي أو شعار هيا أول مرحلة المرحلة التانية كمان لحن نلقي قطعة نقود مرة أخرى كمان بحصل على كتابي أو شعار كمان ذرجنا على الشعار الأول كمان عندي كتابي أو شعار المرحلة الثالثة يعني القام قطعة نحوات مره ثالثة كمان عندي احتمالين كتابي أو شعار وهكذا بالنسبة لبقية الأحتمالات كتابي شعار وأيضا كتابي شعار وأيضا كتابي شعار يزازينا على أول خيار حاطل عندي كتابي فتاني واحد كمان كتابي كتابي الشعار الثالث هو كتابي شعار كتابي الرابع كمان كتابي شعار شعار لبعضه شعار كتابي كتابي لبعضه شعار كتابي شعار بعدين هيجيني شعار شعار كتابي بعدين شعار 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 هنا هنا لم يعني خلينا نحكي عن فكرة ثم خيارين ثم خيارين ثم خيارين بالتالي عدد النتائج عددهم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. لب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. نتاغد ط gymnasium ثم نتاغأ ازان حضرا. لكن في تجارب ست مرات لمكنك التلجية بالمدى الأساسي في العدد خلينا نأخذ مثال مثال عدد مثلا قائمة مؤلفة من خمسة أرقام مختلفة من الواحد للخمسة خلينا نأخذ عدد من الواحد للخمسة إذا لدينا مجموعة الأرقام من واحد للخمسة كم عددا مختلف الأرقام مكون من ثلاث منازل يمكن تشغيلها كم عدد خلينا نكتبها بس كم عدداً مختلف الأرقام من ثلاثة منازل أو ثلاث خانات ثلاث خانات أو منازل يمكن تكوينه من أرقام هذه المجموعة التي اختبناها مختلف الأرقام رقم الآحد يمكن اختياره بعدد أرقام المجموعة كم عنصر دينا في المجموعة خمس عناصر رقم الآحد الآحد يمكن اختياره بخمس طرق بخمسة رقم العشرات ويمكن اختيار رقم العشرات بأربع طرق لأن العدد مختلف الأرقام ورقم المئات بثلاث طرق إذن عدد طرق اختيار تمام هو خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة حسن إذن كم عدد مختلف الأرقام خمسة بأربعة ثلاثة ستين عدد مختلف الأرقام تمام في أن نضيف بس طلب حطين عدد النتائج بذل طلبنا خمسة ضرب أربعة عشرين ضرب ثلاثة ستين ستين رقم مختلف الأرقام ستين عدد مختلف الأرقام أو خناته مختلفة فهلأ بس نضيف عليه كم عدداً زوجياً يمكن تشكيله من هذه المجموعة نعم من عناصر هذه المجموعة عندما نقول كم عدداً ممكن ما حطينا شرط أنه يكون مختلف الأرقام إذن ممكن اختيار الرقم نفسه أكثر من المرحل تماماً تماماً أستاذ منصوب بكم طريقة لو استطيع اختيار أحد إذا كان عنده سنبدأ المدد للأحد حتماً يكون العدد يقبل قسمي على أثنين فعندي بالمجموعة إيه العدد الثانين والعدد أربعة هما عددان فقط يقبلنا إذن يمكن كتابة رقم الأحد بطريقتين نعم اختيار خانة الأحد بطريقتين والعشرات عندي خمس طرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس عدد خمس طرق والمئات مهكسة نعم بخمس طرق أيضاً فيكون عدد الأعداد هو الثنين ضرب خمسة ضرب خمسة حسب المبدأ واضحة كتابة الأساسي في العدد خلينا بس نطلع شوي لفوق الوراقة خليها تكون واضحة إذن أصبح عدد النتائج الممكن أو عدد الأرقام ممكن تشكيلها والزوجي من عناصر المجموعة هو اتنين ضرب خمسي ضرب خمسي اللي هو خمسين عدد ممكن تشكيلها لا هون عدد عادي عدداً بشكل عام عدد العداد ممكن تشكيلها وعدد زوجي إذا كانت مختلفة فأصبح اثنين ضرب أربعة ضرب ثلاثة اكتبها في حالة عدد العداد الزوجي مختلفة الأرقام ممكن تشكيلها من عناصر المجموعة غير الورقة يرفع أنه صارت تحت غير الورقة عدد العداد مختلفة الأرقام الزوجية والمؤلفة من ثلاث خانات التي ممكن تكوينها من أرقام المجموعة بدون ما نكتب النص مباشرة أستاذ إذا الواحد لها تدل اتنين الواحد لتنين عفوا اتنين ضرب العشرات لها ستصير أربعة نعم والميات لها ستصير ثلاثة ستأتي حلق العشرات لماذا هي أربعة؟ العشرة لأنه نقص رقم إحنا أخذنا العداد الزوجية فيه خانة عبت بأول رقام إذا فيه خانة اخترنا لها رقام مجموعة أي صفت بأربع عناصر والحالة الثانية بيصفوا كمان ثلاثة عناصر إذارك عندي ثلاثة تخيارات فبيطلع الجواب عندي اثنين بأربعة ثمانية بثلاثة أربعة وعشرين ممكن كمان أنه كفكرة إذا أضفنا العدد صفر للمجموعة صلاة بننحالش فكرة وجود أكثر من حالي وإذا فصلنا الحالات بالمبدأ الأساسي نقوم بحساب الحال الأولى بمفرد عدد الطرائقة والحال الثاني ثم نجمع عدد الطرائقة للجميع هذا من المبدأ الأساسي طيب بعد هذا الموضوع في عندي إنشاء قوائم أنا سألس ما هي إنشاء قوائم من مجموعة التي بالإكتاء دعناها أو استخدمنا فيها التبادئ إنشاء القوائم التباديل على مجموعة عندما نسمي تبديلا على مجموعة إي مؤلفة من إن عنصران كل قائمة مكونة مثلا من آر أو آي بندل مثلا لازم تكون تضم جميع عناصر إي مجموعة تماما كل قائمة مكونة من إن بندل تضم جميع عناصر إي هذا هو التبديل هي فكرة تباديل العناصر بين بعضها أو مواقعها أو خاناتها لكأن نحن في الجلسة هاي نحن ثلاث عناصر كل منا يقوم بثلاث تباديل نعم بعدد عناصرنا إذن عدد تباديل عناصر المجموعة ثلاثة عاملة ثلاثة عاملة تبادلنا ثلاثة عاملة نعم فينا نأخذ مثال استاذ منصور على هذا الموضوع نأخذ مجموعة ما نعملها تباديل مجموعة مؤلفة من مثال خلينا مباشرة لأنه أكتر شيء تجينا مع الطلاب ما يأتي هي تباديل ثلاثة ألوان إذن أفترض أنه لدينا ثلاث كرات ثلاث كرات من ألوان ثلاثة ألوان مختلفة حمراء بيضاء مختلفة حمراء بيضاء سوداء نريد توزيعها على ثلاثة صناديق مختلفة نريد توزيعها على ثلاثة صناديق مختلفة كم طريقة طمع يمكن توزيع يمكن توزيع الكرة الأولى بثلاث طرق نعم يعني راح صندوق بصفي عندي صندوقين إذن يمكن تبزيع الكرة الثانية بطريقتين صاح صندوقين سوف يتبزيع الكرة الثالثة بطريقة واحدة للعلم فقط أن الصندوق يحق لها أن يكون فيه كرة واحدة فقط نعم بحيث يحول الصندوق كرة واحدة فقط إذن كرة الأولى يمكن أن نضعها في صندوق الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا إذا انتبه واحد أنه هي توزيع أو خلينا نقول تبديل المجموعة فمباشرة كان ممكن يكتب التاتي عامل والثاني خيارا والثالثي خيارا في المسألة تبديل ثلاثة عاملة يساوي ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة نعطي الصيغة العاملة لقانون التبديل نعم إن عاملة يساوي إن بإن ناقص واحد بإن ناقص اثنين إذا نجدها الضرر إلى إن عاملة إيسا إن ناقص واحد إن بإن ناقص واحد كثيرا نرفع فوق الورقة شوي إيسا ومنصور أيها بعد شوي إن ناقص اثنين دائما كل حد نطرح واحد حتى نصل إلى العدد واحد نجداء العوامل امتداء من أن وانتهاء انتهاء من أن وانتهاء بالواحد امتداء من أن وانتهاء بالواحد نعم فينا نأخذ فكرة ثانية عن تبديل مجموعة بشكل عام إنه ممكن تكون مجموعة غير مقالفة من عنصر واحد على الأقل فالتبديل نحن نأخذها بشكل عام إنه التبديل لمجموعة مؤلفة من عنصر واحد على الأقل تمام لكن في عنده شيء اسمه الآن صفر عاملي هو اصطلاحا ماذا يساوي الصفر اصطلاحا صفر عاملي يساوي الواحد إذن اصطلاحا لدينا الصفر عاملي يساوي الواحد طبعا ونستخدمه في أي مكان أنه يساوي الواحد هذا السلح طبعا ما يساوي لأنه كمان الواحد عاملي عندي يساوي إيه وفي عندي نتيجين ما أحد قال أنه العاملي نتائجها مختلفة ما أذكر هذا الموضوع فقط الصفر عاملي واحد والواحد عاملي واحد تمام نرجع لفكرة القوائم القوائم دون تكرار فينا نذكر عنها شو هي تعريفة أنسي أوس القوائم دون تكرار ترتيب نعم نسمي ترتيبا طوله آر من مجموع أي مؤلف من عنصرا نعم كل قائمة طولها دون تكرار آر من المجموع أي أي كل قائمة مكونة من آر بندا وبنودها مختلفة مسنى مسنى تمام مثلا نطرح مثال في مسابقة لعشرة متسابقين كيف يتم اختيار متسابقين السلاسة الأوائل نعم مثلا يمكن اختيار المتسابق الأول بعشر طرق نعم أما المتسابق الثاني ذهب مركز من النصف وتسع طرق نعم والمتسابق الثالث بسبع طرق فبكون الجواب عنه هون هو تراتيب العشرة ثلاثة الأول بعشرة الثاني بتسعة الثالث بثمانية موبو سبعة آه تمام تمام هو تراتيب العشرة ثلاثة خليني اخذها تراتيب العشرة الثلاثة ماذا تساوي كنتيجة أولا نرمز للتراتيب مثال نعم هو نفس المثال تراتيب العشرة ثلاثة تراتيب العشرة ثلاثة يساوي يساوي مباشر وبسيط على هذا الموضوع كيفية تختيار وآلية التراتيب بصورة عامة بصورة عامة بالصف بالمجتمع كلها كتير مع الطلاب مثلا اختيار الأوائل في كل صف في كل سنة تمام دائما بالتراتيب تقاس ثلاثة بنر نعم يساوي ن ن بن ناقص واحد حتى بن ناقص بن ناقص زائد واحد أو في القانون الآخر ممكن استخدامه ن عاملي نعم على ن ناقص عاملي أو بصيغة أخرى تراتيب العشرة على ن ناقص عار عاملي تمام تمام في مسألة مهمة بالنسبة لهذه الفكرة فكرة التراتيب أنه في أحد الأمثلة بلحن يبدأ فيه شيء اسمه بشرط لاستخدام التراتيب أول شرط على استخدام التراتيب أن تكون ن أكبر أو يساوي أ الار أصغر أو تساوي ن أصغر من عدد عناصر مجموعة وأكبر أو تساوي صفر أكبر أو يساوي الواحد نزم بشرط ن بالتراتيب أكبر أو يساوي الواحد الار أكبر أو تساوي الواحد أكبر أو تساوي أر أيوة والار أكبر أو تساوي الواحد تمام أكبر أو تساوي الواحد نعم تمام بلانا علينا نستخدمها إذن كفكرة وفي عندنا تمارين كثير مقرب مننا أنه نختزل وطالب يمكن أحد الأسئلة المتوقع بأنه يستطيع قيام بها ببساطة فينا بعد ناخد فكرة التوافق أنسي أوس بس ممكن بعد إذنك نلمح على القوائم مع تكرار قوائم مع تكرار هي السمح بالتكرار لعناصر مجموعائي في بنود القائمة نعم ونقول إلى في هذه الحالة إلى المبدأ الأساسي في العد تمام فقط هاي فكرة بسيطة تنويه تمام بس تنويه بس تنويه على تراتيب القوائم مع الإعادة والتكرار إذا كنا نختار من عنصر من مجموعة نفسها فهذا طرق اختيار الرقم الأول أن فالثاني كمان أن والثالث أن والتالي يصبح عدد القوائم ممكن تشكيلها وأن أسعار حسب عدد البنود اللي عم يقوم باختيار تمام هل في عنا التوافق نعم التوافق اللي تكون المجموعة مؤلفة من أن عنصرا وليكون آر عددا طبيعيا والشرط على آر كما ذكر أنه أكبر أوساو الواحد وأصغر من إن نعم نسمي توفيقا يضم آر عنصرا من إي كل مجموعة جزئية مؤلفة من آر عنصرا من عناصر إي ونرمز لعدد التوافق هذه إن آر مثلا نعم مثال مباشر نعم نحن في هذه الجلسة ثلاث مدرسين نعم كم مجموعة جزئية مؤلفة من درسين تنين من درسين نعم عدد المجموعة الجزئية ثلاثة اتنين توافق ثلاثة اتنين وتساوي تراتيب ثلاثة اتنين على تباديل اتنين عاملة نعم هلأ فينا ناخدها بس كقانون ناخدها توافيق الأن آر السيد منصور كقانون توافيق أر يساوي بي أن آر تمام على أر عاملة القانون المختصر معرفنا بي أن آر إن عاملة على إن ناقص واحد ويمكنك تراتيب ثلاثة اتنين عاملة بإن ناقص واحد نعم فينا ناخدها هيك مباشرة إلا أن ناقص واحد إن عاملة على إن ناقص أر زاد واحد على على أر عاملة تمام وفينا ناخدها بشكل آخر أن عاملة على أن ناقص أر عاملة بأر عاملة إن عاملة أنا أر عاملة لن ناقص أر عاملة استفدنا من الشكل آخر للتراتيب من قانون آخر للتراتيب بناء علي الآن في أحد مسألة اللي أجت بالدورات هي كيفية اختيار مجموعة جزئية من مجموعة كلية بتذكر أنه أجت مسألة حول اختيار مجموعة من لجنة من مجموعة من العناصر وفينا ناقص وحدة مثل هاي استاذ بنصور حول مجموعة اختيار مجموعة من مجموعة إذن مسأل إيه إذن لي تكون إيه مسألة مجموعة مالك من العداد نعم A B C D E نعم بكم طريقة يمكن اختيار مجموعة مؤلفي نعم من ثلاث عناصر من المجموعي من عناصر مجموعي نعم طبعا يمكن اختيارها ما بهمهم الترتيب طبعا استاذ يعني اختيارها معا لان انت مجموعة ما قلت اختيار مجموعة جزئية من مجموعة كلي فرجعنا نحو التلاتية إذن عدد الخيارات هو توافيق عدد مجموعة جزئية نعم عدد مجموعة جزئية 1 2 3 4 5 عدد مجموعة جزئية 3 عناصر كل مجموعة فهو توافيق الخمسة 3 إذن الرقم الاول استخدمناه هو عدد عماصر مجموعة اللي نختار منها نعم والرقم الثاني اللي اخترناه هو عدد عماصر المجموعة الجزئية اللي اخترناها تمام فإذن توافيق الخمسة 3 ويساوي ويساوي 5 ضرب 4 ضرب 3 نعم على 3 ضرب 2 تمام على 3 تباديل تمام كتبنا فورا 3 مع 3 4 مع 2 بصف 2 2 بخمسة 10 10 مجموعة جزئية طيب في كمان أستاذ أوس في عندي منشور ثناء الحاد قلنا نمر عليه بسبعة قلنا ناخده كقانون طيب فقط قبل ما ناخد ثناء الحاد في عندي قانون نستخدم كثير بالتوافيق ويسهر علينا العمل الخاصة إذا كان عدد المجموعات الجزئية كبير مثلا نختيار 9 مجموعات جزئية من 10 من مجموعة مؤلفة من 10 عناصر بدل ما اختار 10 تسعة أو 10 تسعة بختار 10 واحد نعم أنه فيه قانون صار N R يساوي N ناقص R إذا فيه عنا قانون برهن لفتاح خاصة هي خاصة مبرهنة نعم هذي كخاصة يمكن استخدامها لسرعة الحساب وتسهيل الحساب منشور ذي الحدين منشور ذي الحدين وكمان فيه عندي مسألة يقول أنه كمان توافيق N صفر يساوي الواحد هاي مسألة مهمة كثير عندنا تماما وحطينا شروط على التوافيق أنه N أكبر من R والR أكبر وتساوي الصفر هنا أيها بالمسألة تماما توافيق N أكبر ويساوي R والR أكبر ويساوي الصفر تماما طبعا حتى تكون شروط محققة طبعا والآن معلوم أنه عدد طبيعي رح تستخدمك عدد طبيعي فينا نأخذ مثال بس على أو خلينا نأخذ فكرة منشور ثناء الحد منشور ثناء الحد لنيوتون ومنشور ثناء الحد لعددين سوء طويل هل تعلمنا سابقا مجموح حدين مجموح حدين أ زائد بي هو الأس واحد مثلا أ زائد بي الأس اتنين هم تطابقة تربيعية ثلاث حدود طبعا الطالب ينطلق بالتدريج من هذه الحدود إذن يصل إلى استخدام التوافق في منشور ثلاث حدين لنيوتون نعم مثلا أ زائد بي أس إن يساوي عم يكتب الأستاذ أ زائد بي أس إن يساوي إن صفر نبدأ من التدريج التوافق إن صفر بي أ أس إن بي أس صفر نعم زائد توافق إن واحد أ أس إن ناقص واحد بي أس واحد لاحظ أنه دائما الأس إن عم ينقص الأس بي عم يزيد المقصان في بي تمام دائما لازم نحافظ على الأس مجموع الأسين إن هو تمام عدد حدود المنشور دائما تزيد بحد على عدد الأس مثلا منشور أس ثلاثة ينتج لدينا أربع حدود نعم منشور أس خمسة ست حدود إلى آخرين تمام فينا نأخذ بس مثال على ذلك وبالكتاب مشكل مستئلة باسكال أو الطالب فيه ينطلق وشكله سابقا لمنشور نيوته حتى ببداية الوحدي كان فيه رسمي تمثل مستئلة باسكال وكيفية استخدامه سهولة أسهل للطالب كيفية إيجاد الحدود تمام طبعا هذه كانت بطريقة قديما كانوا يستخدموها حاليا لمجالة استخدام منشور ثنائي الحد فهو رح يعطينا نتائجه بسرعة استاذ منصور فينا نأخذ بس منشوري ثنائي حد محدد نكتب منشور ثنائي حد تتبعنا نكتب بس مثال اكس زائد واحد على اتنين اكس اكس زائد واحد على اتنين اكس اصف خمسة واحد على اتنين اكس اتنين بالمقام اي اتنين بالمقام والاكس بالمقام نبدأ بخمسة صفر ما بدي نشركله هل يوجد حد من الدرجة الثالثة هل يوجد في المنشور عنصر من الدرجة الثالثة او حد من الدرجة الثالثة يعني ما نشره احسب تي ار فورا بس تي ار اذا هنا راح ننبه على هاي مسألة حساب الحد والدليل ار تماما اذا تي ار نعم نعم انا هنا قصد فيها استخدام تي ار لانه على تال انه منشور مثلا مثلا مثل هذا لو كان اس اتناعش ما معقل جي انشروا كله او اس عشرين انشروا كله باخذ حد معين هو تي ار هذا قانون الحد العام او اي حد في منشور كان يذكر انه هو الحد العام حاليا نحن نستخدم انه حد اي حد زل بي ار اذا حد دليل ار تمام بس قلنا النتائج استاذ تي ار شو يساوي صاح اذا تي ار وصلنا له الى ان ار قدي الان نعم قدي الان عنا اياها خمسة اي خمسة ار اذا توافيق الخمسة ار نعم تمام نعم تنين بلوس ناقس ار انا ناقس ار يعني خمسة ناقس ار بيكس بلوس ان ناقص 2 ار لانو عندي ناقص ار ناقص اي اي خليانا اكتبوا من الجديد استاذ مع ان ا cuarto لو مرتذا نتوجد من الجديد ختبتوا انها استاذ مكتوبا ايه معنيش كيفوها منيه لحميميد اذا تي ار يساوي ان ار اكس بلوس ان ار ايكس بلوس ان أر بواحدة الى تنين ار نعم 2 بلقص ناقص R بx بلقص ناقص R نعم تمام؟ هلأ الجمع ناقص X مع بعضهم صفت 2 بلقص ناقص R بx بلقص N ناقص R وناقص R صاروا ناقص 2R نعم إذن بالنهاية منوصل إلى 5R 2 بلقص ناقص R x بلقص N ناقص 2R هلأ في الحد المطلوب نحن طيب هل يوجد؟ فالحد المطلوب درجة X أيها درجة من درجة الثالثة هي الثالثة هي ثلاثة أي نطابق N ناقص 2R يساوي ثلاثة هلأ قلنا خمسة إذن الخمسة ناقص 2R يساوي ثلاثة وعندنا ناقص 2R تساوي ناقص 2 يعني R تساوي الواحد R تساوي الواحد إذن الحد الأول هو من من الدرجة الثالثة لا مو الحد الأول الحد المطلوب هو الحد الأول حد الدليل واحد الحد الثاني رح يكون هي رح يكون الحد الثاني تمام إذن T1 يساوي خمسة واحد ضرب 2 ضرب X بلوس 1 ضرب X يعني يساوي عشرة X أس ثلاثة أس ثلاثة أس ثلاثة نعم إذن هنا فقط لكيفية الحصوية هلأ لو ما ظهر معي عدد طبيعي هذا الآخر فراح نرفض هذا الموقع زي يوجد لأن منشورنا هنا الأس ثلاثة حصة عدد طبيعي ما نتعامل مع المنشور من شكل آخر لمن ثنائي الحد فينا بس كمان ناخذ مثال آخر طرح بالكتاب إنه 11 أس 11 ما هو أحده وعشرته أحد تمارين الكتاب تمام خلينا ناخذه هو أحد مسائل الكتاب خلينا ناخذ هذا بمنشور ثنائي الحد بالصفحة نعم آآ فيك آآ 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 طبعا نكتبه في شكل منشور ذي الحدين بحسة فيه من منشور ذي الحدين تماماً آآ إذن نحنا أخذ 12 بلس 11 تساوي واحد زاد 10 بلس 11 آآ إذن حولنا لمنشور ذي الحدين نعم خلينا نحسب تي ار تي ار لأيه مباشرة دغري اي دي تي ار يساوي داعش ار بواحد بالقس داعش واحد قس داعش ناقص ار ضرب عشرة بالقس ار خلينا نختزلو اذا هو دوافيق خلينا نرجع نكتبو كمان مرة ثاني هو دوافيق العشرة ار بي عشرة فقط تمام خلينا نحسب تي صفر تي صفر يساوي داعش صفر بي عشرة بالقس صفر ويطلع واحد تي واحد داعش واحد بي عشرة بالقس واحد ويساوي عشرة مية وعشرة تمام تمام تي اتنين تي اتنين داعش اتنين عشرة بالقس اتنين داعش اتنين بيطلع هدول الف لا ايضا الف مية عشرة اتنين لا غير العشرة اذا عش دلت عشرة على اتنين اذا عش خمسة وخمسين بمية خمسة الاف وخمسمية خمسة الاف وخمسمية طيب ما راح نحسب اكثر لكن نلاحب مثلا تي اتنين تي اتلاثي و تي اربع و تي خمسي حتى تي داعش جميعها احدها وعشراتها أصفر تمام تمام اذا منزله الخانتين احد والعشرات اذا من تي اتنين كلو أصفر بداء من تي اتنين حتى تي داعش تمام الخانتين احد والعشرات هي أصفر هي أصفر طبعا هذا تمرين تدريبي ممكن تطالب لحالوي يستقم من الحدود ويعرف النتيجة نعم فيكون المجموع فالأحد والعشرات من يحدد هون عمليا تي صفر و تي واحد إذن من يحدد أحد والعشرات هو مجموع تي صفر و تي واحد و تي واحد فينا نرفع الورقة شوي بس استاذ منصور تي صفر زائد تي واحد يطلعوا مية ودعش مية ودعش إذن ما هو أحد وعشرات المنشور كاملا وعشرات 11 قص 11 هو واحد هو 11 تمام حلق ممكن تطويره لمسألة أخرى إذن 12 مثلا قصة 12 ما هي أحدها هو عشراتها بذات الطريقة ممكن نكتب 2 زائد 10 أنا قصدت رقم الأحد و 1 رقم العشرات 1 دائما هيك 12 نفس الشيء رح يكون إذن 12 و 10 13 و 13 و 10 لسهولة التعامل مع الأس 10 امتداء من تي 2 رح يصبح تي 2 و تي 3 و تي 4 وهكذا حتى للنهاية رح تكون أحد و عشرات و أصفر إذن من يؤثر على نتيجة الأحد و العشرات لهذا المنشور أو لهذه القوة هو فقط تي صفر و تي واحد تمام ممكن كمان نطوره أنه مثلا إذا بلنا أحد و عشرات و مئات كان بلنا تي صفر و تي واحد و تي 2 تمام تمام هو من يعطي نتيجة الأحد و العشرات فينا نأخذ مثال آخر نرجع لفكرة التوافيق و التراتيم فكرة إذا لدينا مسدس أو لدينا ست نقاط مسدس منتظم نعم نشاط اثنين نعم 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 هو ذكروا بنشاط اثنين تمام بس خلينا نأخذوا نحن كمثابك حاليا في الندوي لدينا إذن مثال مستدس نعم منتظم نعم تمام شو به هذا المساكل فينا نأخذ من الكمبيوتر مباشرة بحياتك استاد استادنا في شكل مرسوم جانبا لدينا ست نقاط A و B و C و D و E و F موزعة لدائرة بحيث تشكل رؤوسني مسدس منتظم حاليا نحن نضيف عليها بعض الطلبات راح نبدأ بما يأتي كم شععة ممكن تشكيله اكتبهم ولا مفدعي لا مباشرة كم شععة ممكن تشكيله من نقاط من نقاط الستة بين النقاط الستة استاذ منصور طبعا كم شععة هي عندي ستة شععة عفوا ستة رؤوس نعم فعضة الأشعة هو ستة اثنين هلأ اذا كانت أشعة غير صفرية خلينا ناخدها اذا معدد الأشعة الغير صفرية ممكن تشكيلها بين الرؤوس هذا بين الرؤوس الستة اذا هي تراتيب ستة اثنين تراتيب الستة اثنين خلينا ناخدها اذا عدد الأشعة الغير صفرية التي التي يمكن تشكيلها بين الرؤوس الستة او النقاط الستة هو تراتيب ستة اثنين تم انسى اوس اذا تطلب مننا كم شععة يمكن تشكيله من النقاط الستة هذه ماذا نغلنا نقول حتى مع الأشعة الصفرية هون اذا هنه ادخلنا أشعة ستة ضرب ستة اذا الاختيار البداية للشععة او بداية الشععة بستة طرق والثاني ونهاية الشععة بستة طرق شو كان هلأ الثاني استاذ اذا عدد الأشعة الممكن تشكيله مع الأشعة الصفرية نعم الى معدد الأشعة البداية بستة طرق والنهاية بستة طرق فإذا عدد صار هو ستة ضرب ستة ونخترنا بفكرة المبدأ الأساسي في العد ستة ثلاثين نعم اذا كنا الأشعة الصفرية يجب أن تكون النقطاتين متمايزتين تماما والتالي اما استخدام طريقة مبدأ الأساسي في العد النقطة الأولى بستة طرق والثاني بخمسة طرق او استخدام فكرة التراتيب لأنها تمايز في الأشعة تماما هناك تمايز بين البداية والنهاية فينا نأخذ كمان عدد الأشعة عدد القطع المستقيمي عدد القطع التي يمكن أن نحصل عليها عند وصل النقطاتين المختلفتين من هذه النقاط لهم عدد القطع المستقيمي توافق لما ذهي طرق لأنه كل لقطتين متمايزتين فينا نشكل قطع إذن عدد الرؤوس ستة إذن ستة اثنين إذن هناك عمليا لتشكيل قطع نحتاج إلى مجموعة جزئية مجموعة جزئية مؤلفة من نقطتين من نقطتين لذلك اخذنا فكرة التوافق نعم sign in توافق 1967 مجموعة جزئية م DEU قطر في هذا. نحن نحك عن هذا الشكل مباشرة. ماذا يساوي عدد الأقطار؟ إذن عدد الأقطار هو يساوي عدد كل النقاط القطع التي وصل بين الرؤوس. نحزف منها فقط عدد الأضلاع. إذن نحن حسبنا عدد القطع الممكن تشكيلها بين النقاط الستة. كنا حسبنا من بينها الأضلاع المسدس. بالتالي حتى نحسب عدد الأقطار يكفي حدف أو طرح عدد الأضلاع. إذن عدد القطع الجميع هو ستة اثنين. توافيق ستة اثنين. نحزف منها الأضلاع اللي هنه. ستة. نعم. فبصير جواب عندي ستة. تنين ناقص ستة. توافيق ستة اثنين ناقص ستة ويساوي تسعة. تسعة أقطار. خمسة عشر ناقص ستة يساوي تسعة. طبعا. أنسي أوس هلأ. إذا عرضنا أن نصل بين ثلاث نقاط بحيث نحصل على مثلث. بكم طريقة أو كم عدد المثلثات اللي ممكن تشكيلوها؟. تمان هون مجموعة جزئية. نعم. لأن ثلاث نقاط متمايزة ليست على استقامة واحدة تعين المثلث. نعم. وعدد نقاط المضلع ستة. ستة رؤوس. ستة ثلاثة. عدد المثلثات. أنتوافيق؟. المثلثات. ممكن تشكيلها. هذا المثلثات نحصل عليها. ستة ثلاثة. نعم. ستة ضرب خمسة ضرب أربعة. تطلع هي ضرب اثنين. خمسة بأربعة. اطلع عشرين. عشرين. إذن. السيد منصور كمان من ضمن هذا النشاط. كتبين ما عدد المثلثات القائمة التي يمكن أن نحصل عليها؟. عدد؟. المثلثات القائمة التي يمكن أن نحصل عليها. بمعنى عندي ثلاثة أقطار في المسدس لأنه تمر برؤوس دائرة. أنا ميز بين قطر الدائرة وقطر المسدس. المسدس تمر برؤوس دائرة. إذن حتى نشكل مثلث قائم في ضمن دائرة يجب أن يكون أحد أطلعه هو قطر في الدائرة. وعند أقطار الدائرة التي يضمها المسدس ثلاثة أقطار. ثلاثة أقطار. كل قطر بحد من كل طرف المسلثين قائمين صار أربع مسلثات. نعم. فكل قطر أربعة ضرب ثلاثة يطلعوا 12 مسلث قائمين. إذن هنا كمان عدنا لفقرة المبدأ الأساسي. لدينا القطر على كل قطر في عنا أربع مثلثات قائمة يمكن تشكيلها. الرأسين يمثلوا القطر والرأس الثالث هو الذي يمثل المثلث القائم يصبح لدينا مثلث قائمين في المسلثة. القطر هو؟ هل نتذكر أن الزاوة محيطية في دائرة قياسه يساوي نصف قياس القوس المقابل. تمام. وبما أن القطر يحصل نصف دائرة قوس نصف الدائرة قياسها تسعين درجة. فيكون عدد المثلثات القائمة أربع ضرب ثلاثة ويصابي 12 مسلث. مبدأ أساسي في العد. نعم. تمام. حسابي المبدأ الأساسي في العد. بالعودة إلى فكرة كمان مع عدد الرباعيات أو المضلعات الرباعية ممكن أن نحصل عليها إذا وصلنا بين أربع نقاط لتشكل مضلعاً رباعياً. بكم طريقة يمكن نقاطها؟ نفس الشكل. نفس الشكل. كمان توافق. عدد المضلعات الرباعية. الرباعية المرسومة. داخل المسدس. رسمها بين نقاط المسدس نعم. نعم. هو. كم تسعين؟ ستة أربع. توفيق ستة أربع. توفيق ستة أربع. يصابي. ستة ضرب. ستة أربع هي نفس توفيق ستة أثنين. تماماً. نعم. توفيق ستة أثنين هي ستة ضرب خمسة أثنين يعني. خمسة عشر. خمسة عشر. مضلع رباعي. نعم. فينا ننتقل لمسائلين. طلابنا بيحاولوا يعطونا فكرة عنه متى نستخدم مثلاً التوافيق في السحب. مثلاً نستخدم التراتيب في السحب. مثلاً نستخدم المبدأ الأساسي في السحب. تماماً؟ عند قراب يتسا. ايه تكرر. مثلاً نستخدم التوافيق في السحب أنسي أوس. ما هو نوع السحب اللتي يجب أن نختاره نستخدم فيه حساب التوافيق. نعم نح. أنسي أوساطين. صد. إذا كان في عندنا سحب بالتتالي. سحب مجموعة جزئية من المجموعة الكلية. ماذا نقوم فيه؟ سحب مجموعة جزئية من مجموعة كلية. هو نستخدم التوافيق. نعم. تماماً هون. بسحب ثلاث كرات من صندوق يحوي خمس كرات. نعم. هون طبعاً عملية السحب اللتي تكون بالتوافيق والاستخدام بالتوافيق. خمسة ثلاثة. أما أحياناً يسحب ثلاث كرات على التاتالي والترتيب. وتكون مرقبة. هم باستخدام التراتيب نعم قراءة المسألة هم تلعب دورها نعم قراءة المسألة هم تلعب دورها فيها نكتب بس ببساطة نحكي المثال بالكتاب الرقم 16 مثلا ايه فليوكل تفضلي مثال صندوق يحوي عشر قرات نعم عشر قرات ست قرات حمراء نعم وثلاث قرات بيضاء وكرة سوداء ذكر في نص المسألة نسحب لنا الصندوق هي رقم 16 صندوق يحوي عشر قرات ست قرات حمراء ثلاث قرات بيضاء وكرة واحدة سوداء نسحب لنا صندوق ثلاث قرات على التتالي مع إعادة مع عدد الكرة المسحوبة في كل مرة كم عدد النتائج المختلفة لهذا السحب وهون نفرض أن الكرات المرقبة الكرات متميزة نعم مرقمة مثلا نعم هلا عدد النتائج الممكن لهذا السحب هون لما ذكر لي على التتالي مع إعادة نعم طالما ذكر مع إعادة معناته هون فين الكرة الأولى بسحبها بعشر طرق والتاني بعشر طرق والتاني بعشر طرق نعم إذن هون استخدمنا المرد الأساسي في العاد تماما إذن عشرة ضرب عشرة أو القائمة مع تك ضرب عشرة أما أستاذ مديان لو ذكر مثلا نسحب من الصندوق ثلاث كرات عشوائيا دون إعادة لاحظ كلمة هونيك على التتالي مع إعادة هون دون إعادة نعم استحب دون إعادة طالبنا هون ثلاث كرات عشوائيا ودون إعادة نعم هون توافيق عشرة ثلاثة يعني المسألة حسب لا أهلا من شان نقوله هونيك بتصبح تراتيب دون إعادة بصير تراتيب العشرة ثلاثة إذن أنا إذا السحب معا كان توافيق العشرة ثلاثة هاي السحب عشوائيا معا ماك عم بحكي أنا أما ما حكيت على التتالي لو حكيت على التتالي كان تراتيب عشرة ثلاثة إذن أنا السحب دون إعادة فيجب أن تكون كلمة ما يأتي التتالي دون إعادة وتصبح عندي رح استخدم التراتيب السحب مجموعة جزئية هي عملية سحب معا معا وعشوائيا نعم فكرة العشوائية هي فكرة عم ناخذها نحن بكتابنا بمعنى أن الفرص متساوي لاختيار أي كرة مثل الأخرى تماما هذه الفكرة العادة عم نختارها إذن خلينا نرجع بس لبي ثاني اللي كان عم نشتغل عليه السيد منصور طلب الثاني الكراتان كم عدد النتائج مختلفة تحتوي على كرتين اثنتين فقط من اللون نفسه؟ تماما هلأ أول شي عندي اللي يكونوا كرتين حمراء واي نعم ولحظ مع الاعادة هنا في عندي مشكلة مع طلابنا أنه في عندي مشكلة مع فكرة العد نعم إذن في حالة كرتين حمراء واي نعم لدينا ستة ضرب ستة يعني ستة كرات حمراء لورة حمراء والتالي فيها عادة ضرب اللي باقيين هني أربع كرة نعم كرة من الألوان أخرى يعني ضرب أربعة وضرب ثلاثة على الأقل ماذا ضرب ثلاثة هنا هنا الفكرة فيها نعم لماذا هي ضرب ثلاثة يا أنسي أوس على الفكرة؟ لأنه نحن العملية هي تبديل مثل تبديل ضرب ثلاثة مو تبديل تبديل أن كل وحدة لا تبديل أماكن أنا تبديل في فكرة السحب أن تكون الأولى حمراء والثاني حمراء ثم الثالثة ليست حمراء مختلف تماما عن لو بدأنا بحمراء وليست حمراء ثم حمراء أو ليست حمراء 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 هي تبديلات السحب تماما هذه الكرة هي الألوان أخرى ورح تأخذ موقع أول أو ثاني أو ثالث وهذا ما تضرب تلاتي بس ويطلع الدواب أربعمية واثنين وثلاثين الحال الثاني الكراتين بيضاوين نحن لسه ما أجبنا عن الطلب الثاني نحن نحدد كل اللون بعدين نجمع نشرح جزء جزء الكراتين بيضاوين عندي ثلاثة بيض فمكون أولاحت تكون بيضايا يعني ثلاثة والثاني بيضايا يعني ثلاثة بصرفي عندي سبع كرات من ألوان أخرى ضرب سبعة ولح تتبدل هاي كرة السبعة من مركز أول تاني ثالثة عندي ثلاثة حالات ويطلع الجواب مية وثمانين تسعة وثمانين هلأ الحالة الثالثة الكراتين شو؟ السوداء بي هنا نقع باشكاليا ولدينا فقط في الصندوق كرة واحدة سوداء كيف نستطيع سحب لأننا عم نرجع كراسة سحبناها ورجعناها ممكن تطلع بالمرة هنا مشكلة طالبنا أحيانا ينتبه أنه عدد واحد ولكن ما ينتبه أنه مع إعادة وبالتالي سيقع بإشكالية فكرة هل نستطيع سحب الكرة السوداء مرة ثانية؟ نعم نستطيع ومرة ثالثة إذا أردنا نعم فبنكون عدد الاحتمال في الحالة واحد ضرب واحد يعني كرة السوداء أولى وكرة السوداء مرة ثانية والذي يزايدين هنا تسع كرات نلوان أخرى وكما نضرب ثلاثة سبع وعشرين فعدد النتائج هي جمعة؟ ويكون عدد النتائج في هذه الحالة أربعمية وتلاتين تلاتين زائد مية وتلاتين زائد مية وتلاتين زائد مية وتلاتين تسعة وتلاتين زائد عشرين سابعة وعشرين ويساوي ستمية وثمانة واربين في عنا كمان الطلب الثالث عن ساوس كم عدد النتائج المختلفة التي تشمل على ثلاث كرات مختلفة الألوان هلا مثلا عندي ست كرات حمر بختارهم ست طرق بس بدي بنوه لحالي إذا انتبه مدرسينا أو طلابنا بهذه المسعدة كان يذكر الطلب كم عدد النتائج المختلفة فاعتبر أن الكرات عنا مختلفة حتى لو تماثلت باللون لنها كتمايز في هذه الكرات بطريقة أو بأخرى إما بترقيمها أو هناك تمايز وبالتالي كلمة مختلفة تدل على تمايزها وبالتالي سيستمر في تبديل تباديل لها الكرات الحمر مثلا ستة بس طرق الكرات البيضاء ثلاثة ثلاثة طرق الكرات السوداء كرة واحدة ثلاثة طرق إضافة إلى عدد التباديل التي تقوم فيها ثلاثة عاملة وليس ثلاثة ثلاثة عاملة إذا عدد النتائج لتشمل على ثلاثة كرات مختلفة لللون ستة للحمراء الكرة الأولى وثلاثة الكرة البيضاء واحدة الكرة السوداء إذا ستة ضرب ثلاثة ضرب واحد ضرب ثلاثة عاملة ضرب ثلاثة عاملة ضرب ثلاثة عاملة التي تسبق تحضير أو تخديم المادة أنا من وجهة نظري طالب الدارس والمتابع خلال العام الدراسي عليه فقط تصفح بهدوء وبتأني على الكتاب والمرجع الأساسي هو الكتاب والتأنيه في قراءة المسائل قراءة المسألة نصف الحل كما يذكر أبناءنا الطلب دائما يتوجهوا لنهاية للمطلوب قبلا المفروض في المسألة ومعطيات المسألة دائما نحن نتواجه فيها المشكلة مع الطلاب إذا نتمنى منهم التريث والقراءة في هدوء والتأني في القراءة والمرجعية هي الكتاب بالدرجة الأولى والهدوء هدوء الأعصاب بعدين أبناءنا الطلب الامتحان يعني هو مثل أي اختبار عادي للطالب الدارس والمتابع وبالنهاية نعاد عليهم بالصحة والخير إن شاء الله ويحققوا أحسن النتائج إن شاء الله يا رب أستاذ منصور أهم شيء أن الطالب ما يضغط نفسه زيادة يعني يكون دراسه طبيعية وما في ناعي لها تدرسه السهر وإلى آخره ذكرت مسألي مهمي السهر خصوصا قبل الامتحان في بعض الطلاب تقوم بالسهر إلى ساعات الصباح الباكر وبالتالي يأتي الامتحان وهو مرهق وقد يخونه أفكاره بسبب الأرهاق نتمنى من كل طلابنا أنه يناموا قبل قبل الليلة المادة على أقل بالساعة 12 أقل تخدير تسمح لي بمداخله على كلامك في الامتحانات الراقية والمحققة لنتائج عالية خاصة في مادة الرياضيات الطالب قبل مادة الامتحان يرتاح كلياً لا يدرس المادة أبداً لأن إذا درسه يدرس بشكل عشوائي يجعل جسمه مرتاح متى ما كان الزهن صافي ومرتاح المعلومات تتوافد إليه والأفكار نمسح الطالب كمان أستاذ التوقعات يعني حاول الطالب ما يكتير ويصير يركض ما يلحق لا خلان صلي دراسة طبيعية ومراكبة 90% من الأسئلة من الكتاب حصرياً 90% من الكتاب الأمثلة المحلولة وال10% للاستنتاج الطالب أعزائي الطلاب طبعاً فكرة أن الأسئلة أكيد أسئلة بالكامل من الكتاب وأفكارها بالكامل من الكتاب فقط على الطالب أن نختبره في المهارات الأساسية في هذا الكتاب أعزائي الطلاب نشكر لكم متابعتكم ونشكر رضيو في الندوة الآن سأود شكراً لك أشكركم جميعاً وشكراً لكادر التربوي شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم